ساعات يكون مش بسبب ظاهر وده اللي قاله ابن القيم بعض الناس كده بص لقى التزم فجأة ترك المعاصي كده مرة واحدة الظاهرة والبطنة ساب أصدقاء السوق وخراحة راح يلتزم المسجد وصلى وهكذا وتيجي تسألوا ازاي حصل الكلام ده يقول لكم والله ما اعرف منعند الله عز وجل تعال احكي لكم اينا قصة قبل ما ناخد كلام ابن القيم التاني قصة بتقول كالقاتي يعني حد انا انا عن نفسي اما كنت بشوفها كنت اقول يعني ايه لو اسلم حمار عمر لم يسلم عمر من كتر ما كان فيه يعني ممكن يكون المبقات السابع كلهم والكبائر السابع كلهم عاد الشرك بالله قتل النفس حصل انا بقول لكم وشاركت في قتل نفسه واحدة حملت من سفاح وراحت شاركت معها في تنزيل الجنيه انا بقول بقى يعني مفيش اسامي بس الشخصية قدام تبرج وفجر ويعني غيبة ونميمة وقصف محصناته ويعني ليلة وخيام رمضانية وخيام كذا اول مرة شفتها ويكت راحة وتقول لك راحة راحة خيمة من الخيام صلى الله العفوالعافية وبعدين لقيتها جاية تزورني مرة وهي جاية تزورني مرة جاية بتزورني لابسة والله انا ما انسى هذا اليوم لابسة خمار ابيض يكد يكون الخمار معد الركبة قلت لها انت ايه اللي جرارك كنت شان لسا التزمت يعني انت ايه اللي جرارك قالتلي وسبتي والسين والصد وعين ايه قالتلي مع روش طب ايه اللي حاز قالتلي والله يا مع روش واحدة جرتنا مع روش قالتلي غالت راح لفين تعال المسج مش حارفة فينا سمعت فينا خلاص 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 فكرة انا فين هي الان من حمل الكتاب الله اللهم بارك وهي الان احسبها احسبها ان الله سبحانه وتعالى يحشرها في زمرة المتصدقين اللي جاي رأيها انت انا بحوش في رصيدي في بنك في الاخرة انا بحوش في الاخرة معتش دعوة احسبها احسبها صدق قلبها قالتلي يا هالا وانا بعمل حج انا دعيتلك انت وفلانة وفلانة وش لسه التزام قلتلي الله سبحانه وتعالى ربنا استجاب دعوتك ساعات الياخزة بجيلك مجرد تفكير ايه السبب ما نعرفش كلام ابن الجوزي ابن الجوزي بيقول الالتزام يأتي من فكرة بيوجبها نظر العقل الشرح ايه بص ممكن يكون حد كده من غير مالهاز سبهزت نفسها مش عارفة انا عن نفسي واحدة من الناس من ضمن الحاجات اللي اتمنى على الله يوم القيامنا نقف في شجرة انتعارفيني في شجرة في الجنة رب ندخل الجنة مع النبي على السلام الله يوم تبقى ساعة ايجابة يا رب احنا ولكول يقول امين قولوا امين وادخلوا في شجرة شجرة دي انت بتطع منها ورقة كده وبعدين تقول انا عايزة شوف الاحداث اللي حصلت في الدنيا عارف كده اللي بيجيب فيتباك للدنيا بقى شاشة عارض الله اعلم ما يبقى ايه مثلا او مثلا ممكن يكون تكسيم مجسمات مثلا الله اعلم هولوجرام مثلا ما نعرفش ايه بقى لا يبقى في الاخرى عايزة شوف اليوم اللي انا اتولدت فيه اه وامي بقى بتعمل انا عايزة بقى اشوف اليوم اللي معرفش انا بقى هقطع ورقة واتمنى على الله يا ربي حوى خلاص الام اليوم اللي انا قررت التزم فيه كان بايه قال كان بسبب من الاسباب ولا هو كرم مفضل من عند الله بدون سبب واحنا يعني بشوفه برضو دماغي الواحد يعني قصير يعني تحط قص ربنا حدك بسبب يعني من غير سبب الله اراد زي ما قلنا مبارح الله اختار القلب بدون يعني ممكن يكون عبد العاصي اصلا وعمل الكبائر وبعيد عن الله سبحانه والله يشيه دي وانا اتذكر كلمة الاخته يا دخل عليها عشان تكلمني عن الله سبحانه تعالى تقول لي انتي مين انتي اللي تبقي كبيرة على ربنا ولا كتير على ربنا ان يهديك ولا ان يجيبك في طريقه وانا اقول لها بنتي مع نفسوك انتو روح انتو صلوا مع نفسوك انتو كنت بتاري عليها لما قالت الكلمة يعني شوف برضو دماغي العبد اقولي اروح اعرف وانا سبب الهداء ممكن ربنا اختار وخلاص من تاني عن ايه سبب لنحص ويحصل علينا